طب بس عشان الوقت تذكر عشان نلحق نغطي كل حاجة هل بيناسب كل الأماكن في الجسم ولا فيه أماكن مفضلة ليه؟ جميل هو معمول عشان يناسب كل الجسم مع هذا منطقتين الثدي والوجه مش الرقبة الرقبة كمان بيتعمل فيها الوجه قريباً حيتم تطوير حاجة معاناة في البروب بحيث يناسب الوجه لكن الأكيد الثدي مش هينفع بأول حاجة احنا من خلال بقى شغلنا فيه ومن خبرتنا فيه وانا من ست دكات اللي انا شرفت أبقى ترينر اوفيشل على ده عم ستها العالم وانا بتدرب دكاتر تانية بالزبط كده لانا بتدرب دكاتر تانية عم ستها الوطن العربي وأفريقيا فكرة فيه بقى؟ ان احنا ممكن جداً من خلال التعامل اللي احنا بنشوفها عطول الخبرة مع المرضى فيه أماكن زي احناك قلت مفضلة بالله حلوة جداً في منطقة الرقبة اللي هي متسمية double chin تبقى انها زيت بقى fitting ومشدودة على المنطقة دي كويس الدراعات نتيجة عالية قوي بتاعتها مش معنا كده نستخدمهاش على البطن ونستخدمهاش في الأرداف بتبقى نتيجة أقل شوية بس قوية حالك فاهمني جداً عشالك دكتور فكرة ان احنا قفية تقنية ممكن تدين اصلاً هوب ببرسنتج قوية لشد التراغلات ما كانش فيه عن ذلك طيب هل ممكن كمان نستعملها في نحت الجسم؟ حلوة قوي هو الفكرة زي ما احنا قلناها والتعبير واضح هو شد شد يسوي جلد أما النحت يسوي للدهون فهو مش تقنية لي علاقة خالص بالدهون لكن ليه هم نعملوا ايه بقى دكتور اللي بيجي لك مش هزم يبقى مريض مشكلته بس جلد ممكن تبقى حاجتين عنده شوية دهون وترحلات وانت جرح تجميل بزرد ديكنولوجز مختلف عشو تصل باللي يناسبها هندخلوا الأول على في أجهزة حديثة جداً للنحت الدهون وخلال نفس الإجراء بعدها بنخلص نحت الدهون وفيه أنواع كتير قوي لنحت الدهون الفيزر والمايكرو اير حاجات كتير قوي محترمة بس بعدها بنخلصها ودي بس للدهون ودي رسالة مهمة قوي يا جماعة عشان الناس كتير بتجدان بتقولها لي فيه تقنيات حديثة أكيد سمعت عنها الفيزر وغيره جبناها في البرنامج جداً جميل جداً بس بيقال ان الحاجات دي لشد الجلد وهي مش ليشد الجلد هي دي معمولة اسمها لنحت الدهون بتحافز على الجلد لكن اللي داخل أصلاً عنده تراهل مش هيشده هي دي اسمها هي مزتها إنها بتختار الدهون وتعملش تدمير للأنسجة الداخلية فعش كما بتحافز لك على الجلد والأندرنيث ستركترز اللي تحتيه كل التركيبات اللي تحت الجلد فبالبس بتنق الدهون وتنحتها لكن ده احنا بشتغل فيه على الجلد فعلياً فبالتالي بنخش نرحة الدهون عن طريق الفيزر المايكرو اير فات دي سرابتر أنواع كتير قوي لنحتجون كلها أحاجات كويسة ومحترمة بعدها من خلص نحت الدهون بنعمل جاي بلاستي أو الشد الأيمان في سؤال خطر بقى على بلد الوقت وأكيد الناس برضو ممكن يكون جاء على بلها هل مدة تراهل الجلد كل ما طالت يبقى العلاج بالتكنولوجي دي أصعب ولا يتعامل مع أي جلد ومتراهل لأي مدة صح يا فندم هي طبعاً ما لاش علاقة بالمدة زي ما أنا قلت هي لها علاقة بدرجة التراهل مش مدته يعني هي البسيطة والمتوسطة حيجيب نتائج عالية قوي الدرجات المترحلة الكبيرة ممكن يخضع لمراحل مرة وبعد ثلاث شهر يعمل مرحلة تانية ممكن بعدنا استعمل ثلاثة في الآخر هو في كل مرة هيدخلها هيستفيد بدرجة محترمة طيب بيرمننت ديفنتلي بس حدك يعني ما فيش رجوع تاني صحيح بس يا فندم طبعاً هي الفكرة اللي حيطرق عليه اللي حيطرق لأي واحد كان حيعمل الشد الجراحي اللي هو مع السن هتلاقي فيه زهور برضو بعض التراحلات اللي بتظهر لأي بني آدم اللي هو لو هو بيختلف في الوزن وبيخس الجامد هيظهر عليه التراحول العادي لكن تأثير الجهاز مش هروح زي لو انت حدك بتعمل جراحة التأثيرها مش هروح إلا لو حاجات جديدة ترقت عليك حدك عملت شد بطن الجراحي وحملت وولدتي فطبيعي يظهر لك تراحولات جديدة الجراحة الأولية مش هتعافيك من زهور تراحول تاني لو انت مش محافظة نفس اللي هيحصل للجراحة هيحصل لحاجة زيتي طيب يعني برضو هيسألوني وأكيد الحاجات دي برضو مش رخيصة صح الأجهزة غالية وأنا عارف تكنولوجي والتدريب والمصاريف إن أنا لما أعمل حاجة من دي وحفظت على جسمي بعدها وحفظت على وزني صحيح تقدر تأثيرها مدى الحياة مستمر الجلد في المنطقة اللي عملتها طبعا لأ مش مدى الحياة لأنك هتكبر في السن فدرجة الجلد نفسها مرنته حتقر تغييرات بقى العمر الطبيعية لكن أنا زي ما أنا كنت واضح جدا الجهاز تأثيره مش حيروح يعني مش مثلا زي ما حاجات بنسمع عنها حاجة كتير يعني مثلا بتحن فيلر بوتوكس ليه مدى معانا وحيروح ومحترم جدا لو ناس عرفتها حفظتها خلاص قلت لك ده كل تلات طوش اللحز بروح أعمله دي كل سنة لازم أعملها صحيح 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 فبالتالي لا ده حاجة بتخش تعمل تأثيرها خلصت اللي يحصل لك كانت طبيعي مع السن ومع أي تغييرات في الوزن هو اللي يحصل لك لكن تأثير الجهاز مش حيروح بس زي ما أنا قلت قبل كده هو تأثيره مش في ساعته حياخد على مدار 3 شهر الاستجابة تدريجية حيلبس برضو كورسي المشد زيه زي اللي بيعمل نحط سواء عملانه نحط دهون معاه مع الشد الايوني أو جي بلازما أو عملنا بس جي بلازما عشان هي حاجة من تحت الجلد فالطبقات نفسها بيقى فيها فصل فبالتاني انت بتلبس كورسي علشان أو المشد ده البرشير جورمتز عشان يحصل التقام داخلي بشكل أكتر انسيابي